الجمهور بقى يعني التفاعل اللي حصل حقيقة جمهور المصري يعني فضيع يعني موجود في كل الأماكن يعني وجود الجمهور في الحفلات دي وسعادة الناس بالغنى ده يعني ده بقى التفاعل الحقيقي ان فيه احيانا بيتم صناعة تفاعل غير حقيقي احنا بنتكلم فعلا عن تفاعل حقيقي شايفين الجمهور ما شاء الله وقف بالألاف دي حاجات حقيقية ما يقدرش اي حد ينكرها وده سببه ان ادارة المهرجان قدرت فعلا تشوف احتياجات الناس ايه الفنية ويجيب اهم النجوم يعبروا عن الموضوع ده يعني مين دلوقتي احنا بنتكلم انجح مغني في مصر بقى له 3 ا4 سنين او في الوطن العربي واحمد سعد هو نجم من نجوم المهرجان عندنا تامر حسني بيحقق نجحات جمهورية كبيرة جدا في السينما وفي الغنى موجود برضو نجم من نجوم المهرجان عندنا استاذ الاسدزة استاذ محمد مونير مسيرة نجاح اكتر من ربع قرن موجود برضو معنا في المهرجان طب هنا عايزة اتكلمك على الاختيار يعني الكنج محمد مونير لما انا اجي اشوفه في حفلة كبيرة ومعاه حميد الشعري هنا فيه فلسفة انا بلاقي فيه فلسفة برضو في الحط يعني اللي هو جمع نجوم بدأوا المشوار مع بعض يعني مونير وحميد بدأوا في نهاية السبعينات الثمانينات كانوا مع بعض فان هما يبقى انت بتتوجهم كمان في حفلة فيه هنا فكرة يعني مش غرور والله بس الناس دي هي اللي غيرت شكل الموسيقى العربية اللي اتنين في الفترات بتاعبه وطبع معهم عمر دياب نتمنى انه يبقى موجود في المهرجان يعني ممكن النسخة الجاية بس يعني حاجة كبيرة جدا احنا نتلم على الناس غيرت في شكل الوحيد باخر هو متأثر بالتصورة اللي كان عاملها الأستاذ محمد مونير والأستاذ حميد الشعري فهو ده القرس بتاعنا اللي احنا لازم نفخر به يا أستاذ سيد مكاو كان ليه أغنية عظيمة جدا يعني كانت لحبها أو بيقول فيها الفن هنا والمغنى هنا من قبل ما حد يقول يا غنى كان بيتكلم عن مصر دي صحيح دي فعلا مصر يعني هو ده طراصنا وإرسنا الثقافي ولسه موجود وأغنينا وحلنا وكمان كمية الأغنية المصرية اللي بتغنى من كل الفئات وكل العناصر اللي احنا بنشوفها بتأكد على إنك كمان يعني عندك فن بيتغير ويتحدث ويتشكل بشكل كتير وكبير يعني شكرا